مشاهدين وحول استمرار السراع على المناصب في العراق في ظل الربط الشعبي للعملية السياسية ولشركائها ينضم إلينا عبر سكايب لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار سلام عليكم أستاذ عليكم السلام حياكم الله محمد الشياء السوداني يطلب من البرلمان عقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلة الحكومة هل تعتقد في ظل الخلافات المستمرة على وزارات مثل الداخلية والنفط وكذلك جهازي الأمن الوطني والمخابرات هل سيتمكن السوداني من تشكيلة الحكومة أو تقديم تشكيلاته الجديدة؟ في ظل أنه رغم الخلافات وبالمناسبة الخلافات لا تقتصر على هذه الوزارات تشمل كافة المراكز الحكومية وكافة الجهات لذلك بالرغم من كل هذه الخلافات نتيجة للمحاصصة المتفشية بين أعضاء البرلمان ونتيجة للفساد وشراء الذمم وكذلك التهديد أظن أن البرلمان سيشكل هذه الحكومة سيصوت على تشكيله وستشكل ولكن التشكيل لا يعني إيجاد حكومة لأن كما يعلم المشاهد أن منذ سنة العراق فيه حكومة وليست هناك حكومة الشيء الذي يجب انتظاره هو ما هو رد فعل الشارع بعد تشكيل الحكومة وبدئها العمل إذا فعلت ذلك ما هو رد فعل ثورة تشرين ما هو رد فعل أولئك الأشخاص الذين سيخسرون الحصص التي يريدونها التي يتوقعونها ما هو رد فعل أتباع مقتدى الصدر ما هو رد فعل إيران ثم هناك المراقبة الأمريكية والدولية التي أشار إليها تقرير الذي ذكرته عليه للفساد والطائفية وانتهاكات حقوق الإنسان شكلا نعم ستكون هناك حكومة لكن واقعا لا نعرف ما الذي سيحصل طيب في ضمن هذا المشهد في المقابل رفع عدد من المحامين دعوة أمام المحكمة الاتحادية لتطعن بتكليف السوداني أصلا بتشكيل الحكومة مستندين إلى بطلال منهجية المحاصصة التي على أساسها تم اختيار السوداني لتشكيل الحكومة بداية هل المحكمة الاتحادية الولاية على النظر في مثل هذه الدعاوة؟ نعم المحكمة لديها دستوريا لديها الولاية للنظر في قضايا من هذا النوع ولكن مع الأسف أن القضاء العراقي فقد المصداقية وفقد الاستقلال وبالتالي ليس هناك ما يشير إلى كيفية سير المحكمة في هذا الأمر ولكني أظن أنها لن تبطل التكليف ستقول أما ستقول ليس لدينا الاختصاص أو تقول لم يتم إثبات الموضوع أو تجد شيء ما ولكن لأن هناك القضاء يسير وفق العراء السياسية والعراء السياسية الآن خصوصا بالنسبة إلى الإطار الشيعي تريد أن تشكل هذه الحكومة بأي ثمن وبأسرع وقت ممكن طيب هنا على أي أساس تم تقديم الدعوة من قبل المحامين يعني بطلان منهجية المحاصصة السؤال عن قانونية المحاصصة وأثارها على الجانب السياسي المحكمة الاتحادية سبقها عام 2019 الأصدرت حكما أشارت فيه إلى أن المحاصصة السياسية هي تخالف الدستور وأن المحاصصة السياسية في توزيع المناصب ستنجم أو نجم عنها سلبيات أثرت على مسارات الدولة وليست في الصالح العام وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي استند إليه المحامين أي أن السوداني يشكل حكومته على أساس محاصصة وهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 89 لعام 2019 طيب لو رجعنا إلى النقطة التي ذكرتها بداية أستاذ صباح وبعيدا عن ساحات المحاكم ومخرجاتها هل ترى للسوداني ومن اختاروه شرعية في ظل الرفض الشعبي المستمر والمتمثل في التظاهرات الرافضة للعملية السياسية ولجميع أركانها والله يا أخي الشرعية معدومة حينما رفض الشعب العراقي حوالي 80% منه لم يشارك في مهزلة الانتخابات وبالتالي الحديث عن الشرعية في هذا الأمر فقط أي تشكيل الحكومة هذا فيه إشكال إذ أن الشرعية مفقودة في الدستور نفسه الذي فرضه الاحتلال خلاف الاتفاقيات جينيف يسري عدم الشرعية على السلطة التشريعية التي عدد كبير من النواب فيها جاءوا بما يسمى بالزحف فشلوا في الانتخابات ولكن قرار الصدر بضرورة استقالة النواب يظهر أنهم أتباع أو موظفون لديه وليسوا لوابا منتخبين عمن انتخبه عدم الشرعية أيضا تسري على السلطة التنفيذية الوزراء وحتى الجيش الجيش عبارة عن دمج لميليشيات ذات عقيدة أما طائفية أو عنصرية أو مذبية أو فساد وليست عقيدة وطنية وهناك بالتأكيد عدم الشرعية لعدم وكفاءة ونزاهة واستقلادية القضاء في العراق طيب هنا موقع أي بي أس جونال الأوروبي يقول أن العراق مقبل على تصعيد كبير ما لم يحدث تغيير سياسي جذري هل هناك اعتقاد بأن ينتفض الشعب مرة أخرى ويصل إلى أعمق نقطة في المنطقة الخضراء لا شك أن الحكومة إذا ما تشكلت لن تختلف عن سابقاتها وبالتالي ماذا ستفعل هذه الحكومة بالفساد حينما يكون الفاسدون هم الذين يحكمون ماذا ستفعل بالنسبة للسرقات ماذا ستفعل بالنسبة للعمالة لإيران وعدم موجود الاستقلال الوطني بعدين ماذا ستكون ردود الفعل الصراع بين الميليشيات نفسه ماذا سيكون رد فعل الشارع التشرينيين الصدر لذلك أعتقد أنه ما لم يجري تغيير واشك أنه سيجري تغيير جدري فإن الوضع في العراق سيعود مرة أخرى إلى الانتفاضة من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار شكرا جزيلا لوجودكم معنا شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة